شهدت مدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة الأربعاء حياء الذكرى الثالثة لاستشهاد البطل العقيد هيثم بري أركان حرب اللواء الرابع تهامة تقدم المشاركين في الفعالية النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد عبد الجبار الزحزوح وقائد محور الحديدة العميد زايد منصر ورئيس أركان المحور قائد اللواء الأول تهامة العميد فاروق الخولاني ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش في المكتب السياسي العميد صادق دويد ورئيس الدائرة التنظيمية والضاح بن بريك ورئيس دائرة الشباب إبراهيم مزلم وقائد اللواء الرابع حراس الجمهورية العميد عبد أبو الحوم ورئيس عمليات محور الحديدة العقيد وليد زيادة والعقيد أحمد غانم أركان حرب اللواء الرابع تهامة المشاركون أشادوا بمناقب الشهيد البطل العقيد هيثم بري وأكدين أن رحيله شكل خسارة كبيرة للمقاومة الوطنية لم يعوضها سوى ما غرسه في نفوس أفراده وزملائه ورفاقه من شجاعة وبسالة وإيمان مطلق بعدالة القضية الوطنية التي يخوضها الشعب لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية كما أكدوا أن الشهيد العقيد بري شكل مدرسة في الشجاعة ستظل حاضرة في كل مدرس من متارس المقاومة الوطنية على طول امتداد جبهات الساحل الغربي وجدد المشاركون العهد لله والوطن بمواصلة النضال الوطني على درب الشهيد بري وكل شهداء الجمهورية بقيادة قائد ومؤسس المقاومة الوطنية طارق صالح حتى تحقيق كامل الأهداف التي يضحي في سبيلها شعبنا اليمني والمتمثلة باستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام